حضراتك كان لديك منصب تسويقي في نظام الامريكا دو تمام لماذا لم تتم هذه الأفكار؟ أنا بدأت في النادي من 2010 أو آخر 2009 في الفترة دي كان فيه وكالة وحيدة هي مسلطرة على الأمر وهي كانت وكالة الأهرام للأعلى وطبعا معروف كان فروء الأرقام وحتى توقيتات إنه هو بيديك مبالغ الرعاية الخاصة بيك في الوقت ده كان شوية دوري منتظم يعني عند الوقت فكان نهاية فترة القدل الصيفية كان بتبقى في 21-8 إيجي بعات لك فلوسك اللي هي ربع المنافس أصلا يوم 29-8 فما كانش السوق بمعنى أصح في القابلية وحتى لما حصل وجبنا شركات أخرى من خارج الوكالة تم يعني ما قدرتش تكمل لأن السوق كانت الوكالة مسيطرة على أغلب المعلنين الكبار أو سوريا أو جهات الإعلان سواء تلفزيونية أو مقروعة أو مسموعة في الوقت ده لأن كان لسه في الوقت ده فكرة الجرائد الأرقية لسه مستمرة عدت المرحلة دي ودخلنا في 2014 بدأت دخول شركة أخدت أمور النادي بلها أنا في الوقت ده أنا كان عندي تحفظ لأن أنا كان لازم أحتفظ للنادي ببعض الأوج وإن أنا قدر أبيعها منفصلة ولكن في الوقت ده خلني بالك برضو أتصور أن المتخز القرار في الوقت ده هو مسدق أنه يلاقي رقم كبير لأن النادي كان فعلا فيه أزمات فجالك شركة حطت رقم وبعد كده دخل في القطر بقى بتاع هذه الشركة أعداد كبيرة جدا من الأندي يبقى وصل حوالي 16 أو 17 نادي في الوقت ده فكان شكل التعاقد مع هذه الشركة كان بالشكل ده فدرعاتك التسويقية خلاص لأن أنت منتجك كله ما يبقاش بتاعك الوقت ده أتصور أنت اللي اتخذ القرار في الوقت ده كانت واجهت وجهت نظره أنه دي أقصى حاجة يقدر يجيبها فاهمني؟ بس أنت مكنش موافق على الحال النقطة دي مش كنت لا الديل طبعا كويس بس أعصد كان فيه أمور لازم تترك للنادي يعني مثلا لإعلانات داخل النادي بلستوع بتاعتي إعلانات الفرق الجماعية هو أخدها ومقدرش يسوقها فاهم قصدي يعني هو أخد حقوقها ومقدرش يسوقها فبيت أنت لما تيجي تجيب معالم فأنت لازم برضو هترجع تروح له فممكن هو بالنسبة له الرقم مش مرضي مش مرضي بس أنت في بعض الألعاب أتليست أنا لو جبت لها راعي غطالي تكلفة اللعبة دي في السنة يبقى أنا عملت أوف لودنج لنفسي من قطاع ده كان الشكل بتاعها لأنه أنت كنت بتنتقل أنه أنت مفيش حاجة خالص أنت كان المنافس في الوقت ده في 8 أو 9 أو 11 يعني بيخد هو تلاتين وخمسة وتلاتين واربعين مليون بقيمة الاربعين مليون وقتهم اللي هو ما النهاردة يبقوا مثلا كان دولار بسبعة جنيه ده تلاتين فأنت تضرب في أربع أضعف يعني اللي هو الاربعين يعني ما يوازي 160 مليون وأنا كنت بأخد تلاتة واربع مليون جنيه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة